اهلا بكم بلا شك فيه ناس استفاتت جدا من عالم تجميل الاسنان كل العالم استفت من عالم تجميل الاسنان عالم تجميل الاسنان او تجميل الاسنان واحد من الفروع الطبيعي اللي غيرت الكثير والكثير يعني اقدر اقول ان فيه قفزة علمية في تجميل الاسنان كبيرة جدا في السنوات الماضية عايز اوريكم كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو تحديدا ليه نبهت اولا طبعا انا من الناس اللي بتحب كريسيان رولدو كلعيب كورة طبعا رجل يعني علمي وهو شخصية كمان لطيفة جدا كريسيان رولدو من الناس اللي كان عندهم عيوب في عسنهم كتير جدا جدا فرغت سنين نفسها شكلها مش حلو وهو دائم الابتسامة رجل على طول مبتسم يعني او بتعبيرات وشه دايما موجودة يمكن غير ميسي يعني ميسي هادي في تعبيرات الوش لكن كريسيان رولدو على طول زي ما انت شايفوه بيتكلمه مبتسم انه هو صغير يعني الرجل ده مشهور وهو عنده 18 سنة فلفترة طويلة كانت عيوب اسنانه دي يعني الى حد ما مديه انطباعات اولا ان ده يعني ده انجومية بدأ يعمل شوية حاجات في اسنانه في الاول الاسنان اللي عملها ما كانتش جيدة او كان فيه عيوب برضو شايف بقى الدراسة بقى وبعدين بعد كده نقل نقلة تانية خلص بقى راح طبعا للمتخصين جدا وعمل شوف شكل الاسنة فيها كان فيه عيوب بسامة لساوية واضحة جدا وعرض الابتسمة بتاعته كان مبين العيوب دي بشكل واضحة جدا لانه كان عنده تقريبا يعني ناب مفقود مش موجود طبعا سنانه كنت صعبة لانه فيه تعريج وفيه بقى الكوليدور كان يعني يعني جوانب السنان كانت دايما تبان وعدم سيمترية في الابتسامة ما كانش فيه يعني توازن في الابتسامة يمين وشمال وبالتالي الوش نفسه كان فيه عدم سيمترية كل ده تزبط بتجميل الابتسامة أو ما يسمى بتجميل الاثنان بلا شك هذا العالم وصير لغاية تعالوا نتوغل فيه خفايا هذا العالم انا دايما بسميه عالم الجلوس فيه او الوقوف فيه في منتصف الطرق هو المكان الامن لان الاكستنامتز يعني ان انا اروح يمين اوي فخلي السنان بيضى اوي وبتلمح اوي واوفر اوي ده مش حلو وفي نفس الوقت طبعا لو انا عملت يعني بلا مقاييز تجميلية بلا فهم لكلمة تجميل سنان برضو النتيجة هتبقى مخيفة ومزعجة للغاية تعالوا نعمل الديسكشن الممتع القادم مع ضيف العزيز الاسم المتميز فيه عالم تجميل الاسنان واللي دايما منتظر لقاءاته يعني الجميلة اللي فيها دايما حوارات خارج الصندوق ضيفي العزيز ودكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايتي لتجميل الاسنان والزراعة وتجميل الاسنان وعضو الجمعية الامريكية لتجميل الاسنان المصمم لتسامة المعتمد من البي دي سي بانجلترا اهلا بك دكتور انا عايز ابدأ معك ب كريستيانو رونالدو مش بس كريستيانو النجوم كلهم اللي كان عندهم سنان وحشة وتحولت الى اسنان جميلة كان لازم يعملوا كده طبعا وكريستيانو رونالدو بالذات مع ان انا يعني اتبع المجموعة بتاعت ميسي يعني مع ميسي حريبا يعني بس كريستيانو رونالدو بالذات كانت زي ما انت قلت يا دكتور ايمان ان هو على طول بيتحك فدايما الانسان اللي على طول بيتحك يعني لو ميسي مثلا كان عنده نفس المشكلة بتاعت رونالدو اللي هو ما عندهش السنة اللي هي اللاترال اللي جنب السنتين في النص ما كانش حد خد باله ولا كان هو نفسه خد باله فكرة كلها ان كريستيانو رونالدو من الشخصيات اللي دايما بتتحك فالاسنان بتاعتها مؤثرة في الكاركتر بتاعها او في شخصياتها فلازم تكون مظبوطة طبعا هو في الاول عمل حل الكونزرفتف شوية اللي هو عمل تقويم وبعدين بعد التقويم عمل امبلنت زراعة اللي ابتسامة اتعدلت بس ما وصلتش للبرفكشن يعني ما وصلتش لمرحلة عالية قوي من التجميل بعدها بقى السنة اللي هو موجود بيادراتي دي طبعا الفينيرزي والتجميل وعالم التجميل اللي احنا ايه هنتكلم فيه النهار دا ان شاء الله هو كان عنده ابتسامة لساوية برضو لما بيبتسم اللي لسا بتباتل سنة كان عنده ابتسامة لساوية سنة اهي باين ابتسامة لساوية بس حاجة بسيطة قوي حاجة بسيطة لا فيه ابتسامات لساوية عامة ما معلن الابتسامة لساوية عموما ابتسامة لساوية يعني وهو بيدحك جزء من اللاسا بيبان اكتر من واحد ونص او اتنين ميلي بيدي كذا كذا شعور للمريض بيدي احساس بالننت كبير شوية في السن او صغير قوي يعني اما يديك احساس ان انت كبير او صغير قوي بيدي احساس دايما ان الدحكة مش مريحة وبدأ على فكرة المصريين معظمهم يعني نسبة كبيرة جدا منهم عندهم ابتسامة لساوية طرق بقى علاجها كتير كتير ليها كذا طريقة في العلاج اول طريقة اول طريقة لو شفنا مثلا حالة زي المعروضة دي دي ابتسامة لساوية تعتبر بسيطة او grade 1 او حاجة direct بنعمل ايه بنقص اللسا بالليزر او بالجراحة على حسب الكيس وبننكب فينيز لو شفت يا دكتور ايما الكيس اللي تحت الفنيز هتلاها طبعية جدا دي مش اسنانها الطبعية لتحت دي قشرة القشرة التجميلية اللي هي الفنيز دي بنحطها كعشان نوصل لأفضل ابتسامة مش بس ان احنا بنشيل من اللسا فانحنا بنشيل من اللسا مليا او 2 مليا او حسب ما الديزاين طالب يعني ونركب القشرة طب لو شفنا حالة اللي بعد كده هتلاقي ان الحالة دي مختلفة دي حالة تانية بالضبط دي حاجة كده اسمها ترحيل للأسنان ترحيل يعني ايه ترحيل بس يا دكتور ايما على الحالة اللي فوق كده هتلاقي الأسنان طويلة صح؟ طب لو انا شلت من اللسا بحتي هتصول اول هتبقى طويلة اول طب الحالة تحت هتلاقي مفيش لسا وفي نفس الوقت السنان اقصر من فوق ازاي بقى؟ فحيكة عملنا حاجة اسمها ترحيل شلنا من فوق وقصرنا من تحت فإذا موضوع اللي بتسامن لساوية مش بس بشتغل في اللسا عشان كده السنان تحت بانت بزبط ايوة لذي مفيش سنان تحت بانت خالص وزي غاجة غريبة عبو عليك يا دكتور ايما هتلاقي السنان اللي تحت بانت ده الحجم التأثير اللي احنا أسرناه من الاسنان ده انت ابتلعت لسا بتاع 3-4 ملي 4 ملي بالزبط فالفكرة كلها ان اللي بتسامن لساوية مش بس علاجها بان احنا نقص اللسا الموضوع داخل فيه الاسنان وبقوة لان انت في الاخر جاي لي عشان تخرج ابتسامتك افضل ولا تيجي علجلك مشكلة اللسا وتطلع باسنان شكلها وحش لا انت بتيجي بشلك من لسا وبرحلك الاسنان دي تعتبر من الحالات الصعبة مش من الحالات الصعبة طب لو احنا حطينا الحالتين يعني الاربع صور جنب بعض احنا دلوقتي عندنا حالتين بنقارن بينهم الاتنين الجزئين اليمين والشمال له هنشوفهم دلوقتي بيعانوا من ابتسام اللساوية الاتنين عندهم ابتسام اللساوية بس الاسلوب العلاجي في الناحية اليمين اختلف على الاسلوب العلاجي في ناحية الشمال بالزبط الحالة الاولانية اللي هي على ناحية الشمال دي اسمه ترحيل 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 يعني بنشيل من اللسة وبنقص الأسنان من تحت الحالة اللي جنبها مش ترحيل ولا حاجة هو قص لسة وبنركب بس القشر عشان اللي بتسمى تبقى أفضل أنهي الأصعب طبعا الحالة الأولى آه طبعا اللي هي الترحيل بالضبط ما سير رأيك في الفينيز الفينيز بقى الفينيز حلوة جدا طبعا مجيمتيريا الحلوة جدا نوحة إيه الفينيز ده إيماكس إيماكس ألترا آه آه إيماكس ألترا بالضبط أوكي طيب في قضية تانية عندي وحالة تانية عندي وبرضو على فكرة كانت تقريبا في الكريستيان والرولدو حاجة شباهة يعني كده هي هي اللي هي أنا بشوف ناس عندهم اللاترالز مش موجودين تمام إيه بقى اللاترالز دول اللاترالز السنتين اللي جنب السنتين اللي في النص اللي بين الناب والسنة اللي في النص حلو دول اسمهم لاترالز آه في ناس كتير قوي 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 بتتولد بحاجة اسمها يعني بدون السنتين دول دي حالات كتير قوي مشهورة جدا طيب علاج الحالة دي إيه حاجتين زي ما عمل كريستيان ورونالدو كده هو صغير بس هو عمله هو إيه صغير تقويم يقفل السنتين ويزرع طيب هل العلاج ده بيؤدي إيه لأفضل نتيجة هو طبياً آه لكن كتجميلياً مش أفضل نتيجة ولا حاجة في حالات أفضل طيب إفرد كريستيان ورونالدو ده بقى عنده 40 سنة وبقى لعيب كورة مشهور وهدلوتي 38 سنة وفضل بالكونجينة المسنجلاترال ده هلأ نقول له أعمل تقويم وبعد التقويم أعمل زراعة وبعدين بعد الزراعة أعمل فينيلز ولا هبنقدر نشتغلها أطول لا بنبدأ نشتغلها أطول فإحنا مش بنختار الحل كده وخلاص إحنا بنختار أنسب حل للمريض حالة زي دي مثلاً دي كونجينة المسنجلاترال كريستيان ورونالدو كان عنده واحدة بس لنقصها هنا عنده الاتنين نقصين يعني هتلاقي السنة في النص الـ Central جنبها النابة على طول حلها إيه وفي حاجة تانية كمان الاتنين الـ Central اللي في النص فينهم فراغ كبير أوي كبير جداً جداً أنت عندك فراغ كبير بين السنتين اللي في النص ومفيش السنتين الجانبيتين على يمين وشمال السنتين الـ Central صح كده؟ بالزبط الحلالي صعبة من أصعب الحلالي جداً الفكرة كلها إحنا في الصورة اللي في النص عالجت له مشكلة الكونجينتر ميسنجلاترال في أسبوع عن طريق التركيبات التجميلية يعني إيه تركيبات تجميلية أنا دلوقتي عندي سن المريض ووضعه وظروفه لا يسمح بعمل تقويم هل يفضل عايش طول حياته بالسنان اللي فوق دي ولا أقوله في حد تاني فإذا لو أنا دكتور تقويم أو عندي مركز أو أيا كان جات لي حالة أنا معرفش غير حل واحد لها ما قولهاش ملكيش غير الحل ده عشان ما تفضلش عايشها طول عمرها وكده أقول لها والله انت ليكي كذا حل بس أنا بعرف أعمل ده الحالة دي ليه فضلت كده طول الوقت بسنانها زي فوق كده حد حاجة واربعين سنة لأن هي كانت معتقدة إن حلها لوحيت في التقويم وما فيش حل تاني وهي مش هتعمله طيب دي عملنا إيه عملنا تجميل في أسبوع أسبوع بالزبط وصلنا للحالة للشكل السناني في النص لاحظ بقى معي دكتور أيمن أنا ليه الحالة في النص ما عجبتنيش قوي هتلاقي بعد الأنياب في سنتين برزين قمنا مدخلينهم جوه دي بقى الحالة اللي تحت فالفاينال بتاع الحالة دي الأول بدأنا بالستة أسنان ما عجبنيش أنا النتيجة بتاعت الدروس اللي ورا قمنا مدخلينهم كمان قمنا مدخلينهم انكليند الجوه دخلوا الجوه اتعمل بقى قد إيه الموضوع ده كله في إسبوع فالفكرة كلها اننا لازم أعرض على البيشنت أو الكلينت أو المريض بتاعي كذا حل وهو يختار الأنسب له مش بقوله ما فيش غير حل واحد هو التقويم وما فيش غير حل غير كذا لا في حلول كتيرة وانت بتختار الأنسب وتقوله مميزاتها وعيوبها والله أنا أقول لك مميزات التقويم كذا وعيوبه كذا مميزات التجميل كذا وعيوبه كذا وهو يختار بالزبط وعصفين ناس كمان لما توقع تقولهم خطة على أجهة محددة واحدة بس ممكن يرفضها وما يجيش تاني ويروح ويفضل بسنانه فيها مشاكل يعني مثلا كريستانورالدو اللي احنا عملنا بيه بدأنا بيه لو كان فيضل لسنه دلوقتي بوضعه دلوقتي بالشعرة اللي هو فيها بالميسنجلاتري اللي عنده ده وجيت تقوله عمل تقويم اللي هو عمله بيه هيقعد سنتين عمره مايعمله هيعيش بيه كذا لكن ما تقوله فيه حل تاني اللي هو التجميل بيتعمل في أسبوع هيعمله انت عندك مشكلة كبيرة جدا في الشعب العربي كله الفراغات بين السنان وبعضها ليه فيه فراغات بين السنان وبعضها كتير بين العرب بتزالي الفراغات بين السنان وبعضها لها كمان كذا شكل وكذا هيئة بيزداد صعوبتها وبيقل على حسب اللي سبيس ده موجود فين ويوني لاترال ولا بايلاترال يعني ايه يوني لاترال ولا بايلاترال يعني في حتة واحدة بس فيه سبيس ولا الاسبيس ده متوزع هنا وهنا مين وش ميل طب ليه الاسبيس كتير ليه الفراغات كتير حاجات كتير قوي منها بقى وانت صغير مثلا بتخلع الأسنان اللي بانية بدري حد بيحط أسبوعه في بقه وهو صغير حاجة كونجينتال ميسنج لاترال اللاترالز أصلا ما طلعوش كذا حاجة ممكن يبقى فيه سبيسنج ان الفك نفسه يبقى كبير والسنان حاجمها صغير اه فيبدأ يظهر الاسبيسنج ده لو شفنا مثلا حالات زي المعروضة ده ده يستمق أشهر فراغ في العالم بالضبط بس فيه ناس بتحتفظ بيه بيقولك بيجيب رزق وكده حالة مثلا زي دي ده يستمق ده سبيس في النص مشهور قوي عند كل الناس ليه حلين؟ الحل الأولين يتقوين وحال التالي تجميل أنا بميل للتجميل في الدايستما ليه؟ لأن الدايستما دي أشهر حالة بتريكوفر يعني بترجع تاني يعني دي لو سفرت السحل اسبوعين ونسية المثبت بتاعها بعدما عملت تقوين في سنة سنة ونص هترجع كده تاني الفينيرز ما بترجعش فديت عملت من الحالة اللي فوق للحالة اللي تحت في 4-5 ايام تمام؟ فيه بقى فكرة في تركاية في الحالة دي السنة اللي فوق عريضة ولا مش عريضة؟ عريضة خصوان السنترل طب انت لو قفلت المسافة مش العرض هيزيد؟ هتبقى ايه؟ طب بص بقى تحت المسافة العرض قل ومسافة قفلت اه لما فتركت ومترى حلوة قوي اه كانها طبيعية كانها ناترال لا وأتركتب يعني فعلا يعني جزابة للعين البنت دي زي يعني هي فعلا حد زي الأمر بس أنا يعني كنت بقول لها ما تتحقق يعني لأ انت لازم تعمل سنينك لازم تعمل سنينك هي كانت جامع مميتها هي اللي بتشتغل فاسنينك وهي أنا شوفت قلت لها انت لازم تعمل سنينك مميتها اللي كان بتعمل سنينك؟ بالضبط الفكرة كلها فإن انت تقفل الفراغ ده فأربع خمس أيام بالفينيرز آآ ستة فينيرز بس كمان باللون ده بالشكل ده من غير بقى ما تخش في الهسل بتاع التقويم وبعد التقويم نسيت أنا مش بعيد في التقويم لا التقويم ده علمي رائع جدا ولكن في حلول أخر آآ وحلول حسب رغبة المريض بالضبط في بقى حالات تانية من من ال من ال من الاسبيسنج لو شفنا فراغات آآ ده دي أصعب دي صعبة جدا دي بقى الفراغات بقى كليسيكية بتاعت السينما بعرف السينما لما يحبوا يعملوا فيلم روح بيعملوا الفراغات دي والحالة دي صعبة يا دكتور أيم آآ ليه؟ لأن هي يعني فيه فراغ في النص ده سهل الناحية اللي مين هتلاقي فيه فراغ مش موجود في الشمال اللي هو اللي بعد السنة اللي في النص فالمسافات مش متوزعة حالة زي دي أعملنا فيها إيه؟ دي برضو عندها حطينا بص يا دكتور أيم شايف السنة اللي في النص نحية اللي مين اللي هي الفضية بعدها فيه فراغ حطينا فيه سنة بعدها فيه اللتر الأبنانيب فالحالة دي من أصعب حالات التجميل ان انت توزع المسافات دي بالشكل ده فاربع خمسة ين برضو طبعا واضح ان سن المريضة كبير فهي مش تعمل تقويم مش هتعمله انت مجيش لحد عنده سبعة وخمسين سنة تقوله اعمل تقويم هل ينفع ولا ما ينفعش ينفع هل هيعمله ولا لا مش هيعمله حسب برضو هو قرار فالحالة دي انا انا بحب الحالة دي جدا لان هي متوزع المسافات بتاعتها حلوة قوي والكيس صعبة يونيلاترال سباسينج يعني فراغات مش متساوية وطلعك بالنتيجة دي روعة روعة جدا 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 فيه بقى حالات تانية أصعب من دي في المسافات حالة زي دي بقى برضو دي الهيل الاسباسيس الكلاسيكية بس دي قديم على فكرة بقى لها سنين عمر سباسيس دي اه ودي انت لو لاحظت يعني الفراغي في النص ده انت ممكن تحطي في سنة أصلا اه طبعا وفيه كونجينيتل أبسنس لاترال مش كده ولا ايه ولا انا بتغالي اه لأ مفيش كونجينيتل بس فيه سباسينج كبير يديك احساس ان هو ميسنج اه يعني هو يديك احساس من كتر الفراغ كبير انه مفيش لاترال دي حالة صعبة جدا هتتفاجأ بقى بالنتيجة بتاعتها لو شفنا الصورة اللي بعد بص بيتعملها زي اه ممتازة يعني لو جبنا ليتعملها تجميل بس مفيش زراعة مفيش زراعة تجميل كله تجميل في اسبوع اممم differences اربع خمسة ديان بزبط اوه اوه لو شفنا بقى الحالة آآ قبل وبعد مع بعض.. هتلاقي كان صعبة كان صعبة يعني تحولت.. يعني انت ممكن تشك ان دي هي دي غير من الحسن اللي موجودة منحية الليمين دي مممممم لكن سؤالي بيترسم الحالة يعني انت بتوعد ترسمها؟ اي طبعا دي اسمعيل ديزاين.. ده بقى الف بيه تصميم بتسانة تصميم بتسانة متسابة دي تصميم بتسانة دي ما تطلعش كده من غير تصميم تسامة يعني دي مش بنبرد الأسنان ونبعد للعمل وإيه ده عارف أنا برد منين ونحية إيه برد من دي نص ملي ومزود هنا ملي وطالع فوق وقصص كبيرة الفكرة كلها في السرعة البيشنت دي أول ما بتقول لها أنت هتعملي سنينك في أربع خمسة أيام هتتحولي من كذا إلى كذا هي أصلا ما بتبقاش مصدقة في حالات فراغات تانية ولا احنا كده خلصنا كل الفراغ فراغات بقى كده كده فراغات كده حلوة أنا بقى سؤالي في هوليودي سمايل في ناس بتعتقد أنها عاش تعمل هوليودي سمايل لازم تعمل سنينها كلها وده حقق مدي قدام كتير من الناس يعني إما ديجي تفكر هوليودي سمايل أنا هعمل كل سنين فكل سنين يحسبها بالقالة الحسبة كده كل سنة هتتكلف كذا ففي العدد السنين هيبراقم بالنسبة لناس كتير هل في عدد معين ممكن منيمال أعمل به هوليودي سمايل في بعض الحالات؟ خلية نتكلم الأول يعني إيه هوليودي سمايل هوليودي سمايل دي مفيش حاجة بتتبع كده اسمع هوليودي سمايل دي إيه زي ما احنا متفقين دي نتيجة الدكتور الشاطر هو اللي يطلع لك أحلى نتيجة وأحلى ابتزامة بقى اللي تدخل منه إيه الفرق من المهندس والمقاول المقاول هياخد من العميل فلوس أقل هيهضر له أكتر في الخامات يعني إيه حتى عشرين طن أسمنت على عشرة طن ويزود ما هو مش حاسب حاجة هو بيزود عشان يحط نفسه في السيف سايد المهندس يعمل إيه لأ يحسبها بالملي بدل ما المقاول مثلا بيجيب عشرة طن أسمنت المهندس ممكن يجيب ستة ليه؟ لأنه عنده علم ودارس فمش عايز يحط نفسه في إيه أرايح دماغي وخلاص فالدكتور الشاطر هو اللي يوصلك لأحلى نتيجة بقى أقل تدخل منه مش بس إن أنا خلاص تعالى أنت محتاج حاجة عايز تعمل هوليوت سمايلي أعمل بقى عشر سنان فوق عشر سنان تحت لأ إحنا لو شفنا مثلا حالة زي اللي موجودة دي أنا دي اسمها هوليوت سمايلي طبعا اسمها هوليوت سمايلي عملنا كم سنة عملنا أربعة فقط أربعة بس بس طب ليه طب لو طلعت لو عملنا مثلا تمانية هتبقى أسهل هتبقى أسهل بس أنا هتدخل في سنان أكتر طبعا أنا كده مش دكتور الشاطر فالدكتور الشاطر هو اللي يوصلك لأحسن نتيجة بقى أقل تدخل منه لو شفنا حالة غير دي دي مثلا كيس دي صعبة دي عندها أوبن بايت وعندها ريفيرس سمايلي وعندها كل المشاكل بتاعة عدم اتصاق الابتسامة يعني الابتسامة بتاعتها معكوسة عندها أوبن بايت عندها الأنياب طويلة تديك إحساس إن هي شريرة شوية عندها حاجات كتير قوي دي بقى ما ينفعش نعمل لها أربعة دي لازم نعمل لها فوق وتحت فالفكرة كلها إن مش كل الحالات مفيش حاجة اسمها كام سنة وكام عدد للوصول الهوليوت سمايلي الحالة محتاجة إيه؟ بسمال كيرف فوق يا دكتور أيمان هتلاقيه معكوس بستحت هتلاقيه ماشي مع شفتها اللون كل حاجة مظبوطة ده بتتعامل في قد إيه دي في أربعة خمسة إيه ففكرة السرعة أنا بالنسبة لي حاجة مهمة يعني بزيادة وكمان إنه مفيش بقى فكرة يعني فيه يعني حجة لبعض الناس ومش حجة يعني أقصد أقول تعالى إن ظروف الاقتصادية لبعض الناس يقولك أنا مقدرش يعمل سناني كلها بزيادة إحنا هنشوف الوضع إيه وممكن يتعمل بأقل قدر يعني أربع سنان حل ومشكلة حلوة وممكن بعد كده لو عايزة تجمل أكتر تكمل أكتر بزيادة بزيادة ما بتمشيش على التقويم ما بتمشيش الطريق بتاع التقويم الطويل نسبيا في الزمن إيه البديل كذا بديل ده فيه بديل كتير جدا الفكرة كلها أنا مشكلتي مع معظم دكاترة الأسنان اللي بتقول التقويم بزيادة أو اللي هما ملتزمين بطريقة علاج موحدة إنه هو ما بيعرضش على المريض بتاعه الحل الآخر حتى لو هما بيعرفش عامله يعني أنا لو ما بعرفش عامل آآ زراعة ما ينفعش أقول للمريض بتاعي الزراعة وحشة لأ أنا هقوله والله أنا ما بعملهاش بس أنت ممكن تسأل في حتة تانية ممكن يكونوا بيعرفوا يعملوها ده الحل في التجميل أنا ما تجيلي حالة مش عايزة عامل تقويم لأ ما فيش غير حال للتقويم يا دكتور أنا مش هعمل تقويم مش هركب حاجة عندي فوبيا من الحاجة تتحطي في فوقي عندي مثلا أنا مزيعة أو حاجة عمري ما هركب بريس عندي أن أنا في وظيفات كذا عمري ما هركب ممثلة ممثلة فبل قوله في حلول أخرى أنا ما بعرفش عاملها لو شفتنا مثلا حالة زي اللي موجودة زي كده بالضبط الحالة دي دي ليه عايشة دي مثلا عندها في أواخر الأربعينات ليه عايشة طول العمر كده ليه لأن مفيش حلول أخرى اتحطط لها طيب الحالة دي وفقت بالتقويم دكتور التقويم رفضة قال دي مش هتنفع تقويم لأسباب لها علاقة بالبون والعضم والحاجات دي فإذا فضلت بقيت حياتها عايشة كده لأنها فكرة إن حلها الوحيد في التقويم بيش نزوله على فكرة ما بيبقوش جاين لي دايرك دا بيبقى جاي مع حد مش جاي بيكشف بجد يعني هو عارف إنه هو ما عندوش حل غير التقويم تمام؟ وخلاص وأنا مش عامل التقويم فمش اسأل ما بيسألنيش حتى عنه اللي بقوله وريني سنينك كده انت لي سايب نفسك كده يقول لي انا مش عامل التقويم قوله طب في بديل للتقويم في تركيبات تجميلية في قشرة في في نيرز هتعيش معك طول الحياة بتتعامل في اربع خمسة أيام باللون اللي انت عايزه اللي ما نعملهاش فأنا لازم أقول للمريض بتاعي أو الكلانت بتاعي أبقى honest أو أبقى عندي أمانة إن أنا أقوله إن في حلول أخرى حتى لو أنا ما ببعرفش أعملها بس هادي الفكرة كلها إيه يعني إنت قلتلي جملة مهمة قوي لازم نختم بيها بقى الجملة دي يعني إيه مريض بيبقى جاي مع مرافق ومش في دماغه إنه هو يعمل هو بيبقى جاي مش في دماغه اللي جاي يستطلع لا ما بيبقاش جاي في دماغه لأنه هو جاي فقد الأمل في التريت من تبلان المحتوض في الخطة العلاجية اللي تقالت له اللي تقالت له يعني هو تقاله من خمس ست دا كترة والله يحلك مش هينفي عغير التقويم فمش خلاص أنا مش هعمل تقويم فمش هعالجها فهو مثلا بيبقى جاي مع عزوجها مثلا أو أخوها أو أي حد وبنتكلم مع بعض سيب أسنانك كده ليه؟ لا لا يا دكتور أنا مش هعمل تقويم هو أنا قلت ليك هم إيه تقويم مهم منفعش حد في آخر الأربعينات أنا أقوله هقوله الحل بتاع التقويم موجود لكن مش هقوله وأنت يعني مفيش حل غير التقويم مع التركيبات التجميلية طبعا طبعا شكلها أحلى بكتير أو من التقويم ومش بعيد في التقويم ولكن في حلول أخرى وحلول أبسط وحلول أسهل خصوصا في عصر السرعة اللي احنا عايشين فيه أجمل شيء في الطب لما يكون في حاجة اسمها وده قيمة الطب الحقيقة خطة بديلة في كل فروح الطب بالضبط الخطة البديلة تعني أن الإنسان ده واسع الحيلة واسع الحيلة دي هي قيمة الشاطر الشاطر هو واسع الحيلة يستطيع أن يجد حلول مختلفة زي بالضبط أما بركب مع حد بيسوق ولقيه عنده احتمالات كتير للطرق أعرف أن ده محترف مش هاخدني بالطريق ده ولو اتقفل الطريق ده خلاص احنا هنروح بقى مش هروح نوصل لا ده فيه طريق احتمال تاني والتحتمال ثالث وإحنا ممكن نطلع طريق ثالث رابع خالص ده بقى البروفيشنال ده المحترف أسعدتنا فيه واحدة من حلقات الممتعة علمياً المتنوعة تفسحنا أو تفسحنا يعني تنزهنا بقى وشفنا واحدة من أهم الحاجات في الطب الطب الأسنان اللي مزعجة جداً جداً اللثوية اتكلمنا فيه حالات مهمة جداً للفراغات سواء فراغات اتولدت بيها نتيجة غياب مكان أو اتوجدت مع الوقت نتيجة عيوب في تكوين العظم بالنسبة للسنة تكلمنا بالتفصيل عن هوليوديو سمايل ما بين الفول أرش أو التصليح الكامل اللي هوليوديو سمايل عمل سنان كلها أو عمل عدد محدود بس ديني النتيجة وده شيء رائع جداً وخصوصاً في ظروفنا الاقتصادية وانتهينا بشكل مهم جداً إلى أن التجميل واحد من البدائل المهمة جداً التي تكون خطة علاجية يعني ناجحة في التوقيت وفي النتيجة لكثير من الناس ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي لطب الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم اللي بسامة المؤتمر من البي دي سي بانجلترا واحد من نجوم عالم تجميل الأسنان نوارد وعبد عدتك عادتك حليو يا دكتور عيو خليكو دايماً مع الدكتور موسيقى موسيقى